عقد مجلس النواب جلسته العامة للاستماعي لبيان وزير التموين والتجارة الداخلية شريف فاروق بشأن الاستراتيجيات الشاملة التي ستتبعها الوزارة في المرحلة المقبلة لتطوير منظومة الدعم كما ناقش المجلس مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار جلسة جديدة لمجلس النواب وصل خلالها مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعماله في بداية الجلسة تمت مناقشة بيان وزير التموين والتجارة الداخلية شريف فاروق بشأن الاستراتيجيات الشاملة التي ستتبعها الوزارة في المرحلة المقبلة لتطوير منظومة الدعم حيث أكد الوزير أن الحكومة عازمة على دراسة التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي أو الدعم النقدي المشروط وهو المعروض على الحوار الوطني ومجلس النواب قد شهد مجلسكم الموقر لدى إقرار الموازنة العامة مناقشات مستفيدة بشأن الأعباء التي تخص ملف الدعم حيث تم استعراض التخوفات والشكاوى المتكررة الخاصة بوجود فاقد بسبب تطبيق منظومة الدعم العيني لذا فقد عقدنا العزمة على دراسة التحول من منظومة الدعم العيني إلى منظومة الدعم النقدي أو الدعم النقدي المشروط ذلك الملف المطروح على حضراتكم وعلى مائدة الحوار الوطني وصولاً لما فيه صالح الوطن كما أكد وزير التموين والتجارة الداخلية أن هناك جهوداً مبذولة في مجال ضمان تحقيق الأمن الغذائي وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية تبقى لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي فإن ضمان الأمن الغذائي تعتبر المهمة الأولى لوزار التموين والتجارة الداخلية حيث فرضت التحديات العالمية والإقليمية واقعاً جديداً ارتبط بضرورة توفير الإمدادات الغذائية من الأسواق العالمية هذا وأحال المجلس بيان وزير التموين لللجنة الاقتصادية لدراسته وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس تل ذلك موافقة المجلس على مجموع مواد مشروع قانون بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار مع تأجيل الموافقة النهائية إلى جلسة قادمة كما تمت الموافقة على تقرير حول قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على اكتتاب مصر في زيادة رأس المال في مؤسسة التمويل الدولية كذلك تمت الموافقة على قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على اكتتاب مصر في بنك التنمية الأفريقية بقيمة 17 مليون و40 ألف دولار يساهم قرار اكتتاب مصر في أسهم بنك التنمية الأفريقي في تعزيز مكانة مصر الرائدة في القرى الأفريقية وزيادة نفذها في صنع القرارات المصرفية والقارية هيساعد الاكتتاب برضو في زيادة قدرة مصر على الحصول على التمويل اللابم لتنفيذ مشاريع التنمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وكان رئيس مجلس النواب قد أحال في بداية الجلسة خمسة مشروعات قوانين مقدمة من عشر عدد أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وأعداد تقارير بشأنها محا موسيقى موسيقى